لو اول مرة تشوفني مش حاصيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك للفيديو على بركة الله ينطلق مشوار النادي الاهلي في المشاركة التاسعة له في كاس العالم للاندية بالمملكة العربية السعودية بمواجهة الاتحاد السعودي يوم الجمعة القادم باذن الله في الساعة 8 مساء طبعا الاتحاد تأهل لمواجهة النادي الاهلي بعد ان تخطى فريق اوكلاند سيتي النيوزيلاندي في التمهيدي قبل مواجهة النادي الاهلي ثلاثية الاتحاد كان سجلها البرازيلي رومارينو النجم الفرنسي جولو كانتي والنجم الفرنسي كاريم بنزيمة المباراة بإذن الله هتكون بالقيادة تحكمية للحكم الفنزويلي خصص فنزويلا التعليمات اللي جات من فيفا ان في حالة تعادل الفريقين هيتم اللجوء لوقت اضافي على شوطين وفي حالة التعادل مرة اخرى سيتم اللجوء لرقلات الترجيح لحسم المتأهل للدور نصف النهائي من بطول الكاس العالملي الاندية اللي من المفترض ان المتأهل من هذه المباراة هيواجه فريق فلاومينيزي البرازيلي في الدور نصف النهائي فريق فلاومينيزي البرازيلي هو ممثل كوبا لبرتادوريس في هذه البطولة زي ما احنا عارفين دايما في وسطة عند البطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية بيبدأ مباشرة المشوار بتاعه في البطولة من الدور نصف النهائي وده في رأيي الشخصي ظلم كبير جدا خصوصا للفريق الامريكا الجنوبية اللي واخد ميزة من المفترض ان هي ما تبقاش موجودة عنده لان فرقه مش دايما بتوصل لي المباراة النهائية خلونا كده نتوقع التشكيلة بتاعة النادي الاهلي وحقول لكم تشكيلة ويريد تقولولي رأي حضراتكم فيها وتسيبولي اراءكم في الكومنتات التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي في رأيي الشخص في هذه المباراة في حراسة المرمة طبعا بالتأكيد محمد الشنوي في الدفاع علي معلول في الظهير الايصر في الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وفي الظهير الايمن محمد هاني في خط الوسط مروان عطية وقاليو ديانج وامام عشور وفي خط الهجوم الثلاثي حسين الشحات بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهرباء بالتوفيق بإذن الله للنادي الاهلي في المباراة الصعبة عندي يقين وعندي ثقة كبيرة جدا في رجالة مصر ان هما يتخطوا المباراة دي على الرغم انها بتقام على ملعب الاتحاد السعودي ووسط جماهيره بس الاهلي قادر على تخطي اي شيء بإذن الله بكرة عودة لي الدوري المصري الممتاز بعد فترة من التوقف في مواجهات في غاية الاهمية بكرة في الجولة الجديدة من الدوري المصري يمكن او مش يمكن بالتأكيد اهمها تكون المواجهة اللي هتجمع ما بين نادي الزمالك والمصري البورسعيدي مواجهة في غاية الاهمية النادي الزمالك اعلن عن قائمته لهذه المباراة المصري البورسعيدي طبعا النادي الزمالك مع مديره الفني كابتن معتم الجمال اللي مجلس ادارة نادي الزمالك عمل له عقد مؤقت انا مش فاهم يعني ايه مؤقت بس ما علينا علشان يستمر في قيادة الزمالك في الفترة المقبلة بعد النجاحات بالتأكيد اللي عملها في الفترة الاخيرة او في الاربع مباريات اللي قاد فيها نادي الزمالك بعد اقالة المدير الفني المخترع ممكن يكون هم عالم ولا حاجة مخترع ازوريو ممكن يكون عبقري لدرجة احنا مش قادرين نقدر عبقريته فاتفضل حضرتك مع السلامة اعمل لنا بقى يعني نشوف حتة تانية تعمل فيها عبقريتة جديدة تبارس فيها عبقريتة عادة من جديد محمود حمد الوينش مدافع منتخبنا الوطني ويه نادي الزمالك لقائمة الزمالك لمواجهة المصري الاول مرة من 214 يوم غياب بعد اصابته بيه قطع في الروباط الصليبي عايز اقول لكم كمان فيه تواصل لغياب حتم سكر الزهير الايصر الشاب عن دفاع الابيض بالاضافة ليه حسام عبد المجيد اللي بيواصل ايضا برنامج التأهيل بتاعه وايضا محمود علاء المدافع يغيب عن هذه المباراة للاصابة بيتواجد لأول مرة هذا الموسم في قائمة نادي الزمالك احمد رفاعي لعب دفاع فريق الشباب قائمة الفريق الابيض في حراسة المرمى عواد عبد الرحمن نفاد معاز علاء الدين في خط الدفاع عمر جابر حمز المسلوسي محمود حمد الوينش محمد عبد الغاني محمد طارق احمد رفاعي محمد عبد الشافي عبدالله جمعة في خط الوسط نبيل عماد دونجا محمد اشرف روقة عمر السيسي سيد عبدالله نمار احمد مصطفى زيزو محمود عبد الرزق الشيكابالة ابراهيم انضاي يوسف ابراهيم اوباما وفي الهجوم سيف الديني الجزيري المهاجم التونسي ناصر منسي وي المهاجم البنيني سامسون اكين ولا نادي الزامالك بيدخل هذه المباراة وهو بيحتل المركز العاشر بعد مرور سبع جولات نادي الزامالك جمع حداشر نقطة المصري برسعيدي بيحتل المركز التاسع برصيد اتناشر نقطة متساوي مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر نادي المصري عمل سبع مباريات حتى الان فاز فيه اربع مباريات ويخسر في تلت مباريات اخرى احرز لعيبه المصري برسعيدي حتى هذه اللحظة تسع اهدف فقط لغير ازمة كبيرة بالتأكيد بواجهة كابتن علي مهر ضعف النجاعة الهجومية بتاعة المصري برسعيدي ايضا شباك المصري برسعيدي استقبلت تلتاشر هدف حتى هذه اللحظة نادي الاسماعيلي وجهازه الفني بقناة الكابتن ايهاب جلال بيرجئ مصير الزاهير الايمن التونسي حمد النقاز لفترة الانتقالات الشتوية القادمة عقب مواجهة المصري البرسعيدي المقرر لها يوم واحد يناير المقبل مصدر مسؤول داخل النادي الاسماعيلي قال في تصريحات لي جريدة الوطن ان هناك احتمالات لرحيل النقاز خلال فترة الانتقالات واضاف وقال ستكون الرؤية اكثر وضوحا خلال الايام المقبلة وبقرار نهائي من كابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق حتى الان لم يتم حصن مصير الخماسي اللي بتنتهي عقده مع النادي الاسماعيلي هذا الموسم محمد فوزي عندنا كمان محمد دسوقي محمد مخلوف عصام صبحي ومحمد هاشر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي عايز يجدد دقيق الخماسي المجلس ادارة النادي الاسماعيلي حتى هذه اللحظة ما بدأش جديا في ملف التفاوض مع اللاعبين لعدم وجود سيولة مادية داخل النادي الاسماعيلي الازمة المستمرة الابدية اللي بيلا حل حتى هذه اللحظة من مجلس ادارة النادي الاسماعيلي انا عارف ان فيه من بعض هذه الاسماء الجماهير ممكن تقول طب ما يمشوا ده كده هيبقى خير وزيادة بس ما تنسوش مشكلة كبيرة يا جماعة الاسماعيل لغاية دلوقتي عنده ايقاف للقيد اي رحيل لاي لاعب حتى لو في نظر الجماهير ما بيعرفش يلعب خالص من قائمة النادي الاسماعيلي ما فيش اي فرصة لتعويضه ده خطر كبير جدا خدوا بالكو يا مسؤول النادي الاسماعيلي التجديد للعيبة دي في رأيي الشخصي امر مصيري لازم يتحسم سريعا مجلس الادارة برئاسة المهندس نصر ابو الحسن بيسعى لتحفيز اللاعبين هيصرف خلال ساعات قليلة بازن الله مكافئة الفوز اللي بتبلغ 10 تلاف جنيه لكل اللاعب حسب لقيحة الفريق بعد الفوز على البنك الاهلي في المباراة الماضية كان فيه تأخير في صرف المكافئة كابتن عالي بوجريشا وكابتن عماد سليمان كلموا مجلس الادارة وقال لهم الحاجات دي ما يفعش يبقى فيها تأخير علشان مستقبل الفريق تأمل ادارة الدرويش من وراء تلك الخطوة استمرار الصحوة وتحقيق الفوز على امبي في المباراة القادمة بالجولة التاسعة يوم السبت المقبل بإذن الله كابتن عالي بوجريشا كان تدخل لدى المسؤولين بالنادي بعد تأخر استلام اللاعبين مكافئة الفوز ولفت نظرهم ضرورة الاسراع في تدبير السيولة المالية اللازمة للوفاء بالمبلغ المقتلوب طبعا التقرير النشر صحفيا بيقول ان النادي الاسماعيلي عنده تراكم للديون للحكومية والاهلية والغرامات الدولية بتتخطع حجزها مئات الملايين من الجنيهات في ظل ندرة الموارد الزاتية واكتصارها على قصة الشهري المقدم من قبل الشركة الرعية كان القصة الشهري 2.400.000 جنيه مصري ده اللي بيدخل خزينة النادي الاسماعيلي شهريا من الشركة الرعية وده لو دخل يعني احيانا بيحصل فيه كمان بعض التأخرات في دخول هذا المبلغ كابتن ايهاب جلال المدير الفني ليه النادي الاسماعيلي قرر رافع درجة الاستعداد ما بين اللاعبين استعدادا لمواجهة انبي القادمة المهمة جدا الدرويش حتى عزيل لحظة من جمعين 7 نقاط وفرق الشخصي الفوز على انبي مهم طبعا ربطة الاندية عملت من بانها يا جماعة يا مجلس ادارة يا التحاد يا كورة يا ربطة اندية الاسماعيلي ماينفعش يلعب مباراة بدون حضور جماهيره واندية تانية مهما كان اسمها انا ما يعني ما بقولش اسم النادي معين لكن هو في المبدأ نفسه المساواف الظلم عادل ماينفعش النادي الاسماعيلي يلعب على ملعب بيتر سبورت مع انبي بدون جمهور لان الامن لا يسمح بحضور الجماهير في هذه الحالة لازم كل اندية الدوري تلعب بنفس الشكل وبنفس الاوضاع المساواف الظلم عادل تاني بقول انت كده بترسخ للظلم لغاية دلوقتي ربطة الاندية عاملة من بينها ما نقلتش المباراة وما خدتش موافقة من الامن لحضور جماهير النادي الاسماعيلي اتمنى ان ممكن يحصل فيه تغيير في الساعات القليلة المقبلة طبعا الدرويش هيعود اليهم في هذه المباراة مدافع الفريق محمد هاشم اللي كان غاب فيه المواجهة الماضية امام البنك الاهلي بسبب تعرضه ليه طرد في مباراة بيرامدز المواجهة اللي قابل مباراة البنك الاهلي الطرد اللي اثر فيه النتيجة في النهاية وخلى بيرامدز يفوز فيه النهاية بالنتيجة اتنين واحد بالتوفيق بإذن الله تدرويش في مباراة امبي وتستمر وطيرة الانتصارات مع الفريق بإذن الله لو اول مرة تشوفني مش حاصيك اشترك في القناة فعلى الجرس اعمل لايك للفيديو بنتابع كل اخبار الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية كثفوا الدعاء ليه اهلنا في فلسطين الدعاء بيجيب نتيجة يا جماعة والله بإذن الله هننتصر اشوفك على خير بإذن الله شكرا لكم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر